قلصت قوات الاحتلال الاسرالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ قرم أبو سالم حيث بلغ عدد الشاحنات 25 شاحنات مواد غذائية وإغاثية و 6 شاحنات تحمل مشتقطات بيترولية يأتي ذلك في ظل تحضيرات أمامية وحققية من تفاقم الأزمات الكارثية الإنسانية في الماء والكهرباء والغذاء والعلاج ضراء سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال المزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية بعد تحية في هذه المتبعة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نرسد مشهد المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري حيث استقبل المعبر على مدار اليوم 25 شاحنة مواد غذائية وإغاثية خاصة بيئة المساعدات الإنسانية وست شاحنات تحمل مشتقات بيترولية اتجهت من معبر رفح البري على الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم تسليم هذه الشاحنات إلى أو مجمل ما في هذه الشاحنات إلى قوات الاحتلال الإسرائيلية ومن ثم تدخل إلى قطاع غزة هذه الشاحنات على مداري الأيام السابقة كان يقابلها تعنت كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في طباط الإجراءات وأيضا الإجراءات التعسفية وأيضا الإغلاق في عدد من الأيام أما إذا تحدثنا عن المنظمات الحقوقية والأممية التي تحدثت عن تفاقم وترد الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة وهناك الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف الذي تحدث أن أكثر من 90% من الأطفال غزة هم المتضررون من هذه الحرب من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية وأيضا نقص المياه والغذاء والقهرباء وأيضا هناك عدد كبير من هؤلاء الأطفال يحتاجون للعلاج خارج القطاع ويحتاجون إلى المزيد من المساعدات الإنسانية هذا هو المشهد من أمام معبر رفح البارين نتحدث عن مساعدات قليلة على مدار اليوم وأيضا استمرار لتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة مع استمرار القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة والمكثفة في أماكن متفرقة من وسط وجنبي قطاع غزة عودة لكم مرة أخرى اشتركوا في القناة